السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في درسك دي في طرق لفعلك لتعليم الكمبيوتر. ان شاء الله درسينا النهاردة هيكون ازاي ترجع الملفات المحزوفة. ازاي ترجع اي حاجة تحزفت من عندك من على او من على فلاشة خارجية. اسكن بقى فيديو صوت ملف اي ملف تاني تقدر ترجعها بكل سهولة. كل اللي عليك انك تسطط برنامج اسمه ازيز دات ريكاوري. انسططوه. اسيب لكم رابط تحميل البرنامج اسفل الفيديو عشان تحملوه. هنا بختار اللغة اللي انا عايزة منها العربية. بختار اللغة العربية هدوس اوكي. هيزل الشاشة دي هدوس التالي. دي اتفاقية بتاعت البرنامج. هدوس قبول. بعد كده هو بيديك تنبيه. بيقول لك لعدم فاقد البيانات من ناحية اخرى يرجع دم تثبيت البرنامج على الكرس الذي تريد استرجاع البيانات منه. يعني ايه الكلام ده? بيقول لك يعني سبت البرنامج على الجهاز زينا مسلا على مسلا على الجهاز بتاعي. وارجع بيانات خارجي او فلاشة خارجية عشان مفقدش البيانات اللي عندي. فهدوس تأكيد. بعد كده هيعمل لك اختصار على سطح المكتب. هقول له تذبيت. كده خلاص. هدوس انتقي. كده خلاص البرنامج نزل اوه. هيبدأ اشتغل معي. ده هو البرتشنات اللي عندي. اللي انا عايز من ارجع منه البيانات. فانا هوريكم حاجة تانية. هوريكم مسلا احط فلاشة خارجية. وهوريكم ازاي ارجع منها البيانات. كده فلاشة خارجية اوه. همسح منها البيانات ده خالص. اشوفهم على السلة. ممسحين من على السلة بيش موجودين. كده هتمسحوا خالص بشكل نهائي. وبقت الفلاشة فاضية. هنشوف ازاي او كده ارى عندي الكورس خارجية هشوف ازاي البرنامج هيرجع لي الحاجات اللي اتصح يدي دلوقتي من على الفلاشة. انا بروكو مساء على الفلاشة انت ممكن بقى تجيب هورد خارجية او فلاش هتمسح منها الحاجة. او بقى تجيب بقى على حسب انت شوف انت عايز رجع البيانات منين. وده ترجعها. فهدوس كده هدوس فحص. حدد اللي انا عايز اعمل عليه بحس عشان ارجع منه البيانات. طبعا كده هدوس فحص. بعمل هنا تصفية. بس كان بقى عايز نعمل تصفية لفيديو او لصوت او مستندات او صور. فادوس الفيديو. فعلا ده اللي اتمسح من عندي. يشتغل. يشتغل فيه بان ان تعليم الكوبويته في الدرس ده. ده الفيديو اللي اتمسح من بورتيشن. تعال نشوفه ايه تاني. كان فيه صورة. انا مسحت صورة عايز نشوف الصورة. هعمل تصفية مسلا. نسكافة الملفات. فندوس هنا. دي الصورة اللي اتمسحت من عندي بالفعل. يعني كده رجعهم. طب انا عايزة بقى عنقلهم عندي اعمليه طيب. هدوس توقف من هنا. توقف. دي كده الملفات اللي رجعها. لو عايزة حدد لصورة الفيديو معادي ممكن احددهم مع بعض. هدوس على الصورة هدوس استرجاع. هعملها عالديس كتوب عشان هوريكم ازاي. ديس كتوب. ديس اوكي. اهو. كده رجع للصورة. اللي هي اصلا مش موجودة على الفلاشة. لا لا مسحتها من على الفلاشة. يبقى كده عارفنا ازاي هنرجع البيانات اللي اتحزفت من على الفلاشة او الهارد عندي بكل سهولة. وهالفنا ازاي نرجعهم تاني على الجهاز. واتمنى تكون استفدتوا في الدرس ده. طب هنا في درس جديد. لا اول مرة تشاهد ما تنساش تشارك في القناة. وتفعل جرز التنبيه. وتعمل لايك للفيديو وتعمل شير لك عشان تفيد زميلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.